أفنا صفحة مباراة شباب بلوزداد أفنا صفحة مباراة شباب بلوزداد وهنتكلم على مباراة ميديا مالغاني النهاردة الفريق راح زي ما شفتوا النهاردة كده معايا وصول البعثة فالنهاردة راحة سلبية ما فيش تدريبات الحد والاتنين والتلات اتنين وسبعين ساعة حاسمة عشان يقدر مرسل كولر يحدد القيمة اللي هيشارك بيها في مباراة ميديا مالغاني ليه؟ هل الغيابات اللي كانت موجودة في مباراة شباب بلوزداد هيرجع منع حد او لاعب على مباراة ميدياما حتى الان ما فيش اسمه مؤكد يعني الاسماء المؤكدة الشناوي مش موجود في مباراة ميدياما الشناوي لسه غيابه حوالي 3-4 شهور احمد نبيل كوكا لسه بحمود متولي لسه خالد عبد الفتاح لسه قال يو ديانج لسه واعتقد ديانج الفترة الجاة ممكن اصابته توصل لحوالي شهر او شهر ونص لان اعتقد حسب المعلومات يعني انه ممكن يخضع العملية جراحية ويغيب من 4 الى 6 اسابية ادي كده 5 ديف عليهم مروان عطية خدم برح انزار 3 وبالتالي هيغيب عن مباراة ميدياما الغاني ادي 6 لعيب ديف عليهم عمر كمال ومحمود الزنفولي حارس المرمى ادي كده 8 لان الاتنين دول مش مقيادين في القائمة الافريقية هيبقى بس حاجة واحدة انك تشوف موقف السلاسي برستاو وسام بوعلي ومحمد كريستو التلات لعيبة دول هيبقى محور شغل الجهاز الفني والجهاز الطبي في ال 72 ساعة اللي جاي كل ما لعب منهم يكون فرصه في المشاركة افضل كل ما هيكون تدعيم جيد جدا للنادي الاهلي قبل هذه المواجهة الصعبة جدا تبتتكلم على برستاو هيكمل الناحية اللجومية معاو سام بوعلي اللي عايز يلعب بأي شكل وبيحارب بشكل كبير جدا عشان يخلص البرنامج التأهيلي ومحمد الضو كريستو اللعب الصاعد اللي ظهر بشكل جيد فيه التدريبات والمباراة الودية خلال فترة توقف الدوري فبالتالي تلات لعيبة هيكون محور حديث الجهاز الفني والطبي في ال 72 ساعة اللي جاي لين الفريح هيسافر يوم الثلاث عقب المران الصباح يوصل غانا بالليل يتمرن 4 و 5 والمباراة يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة ده الشكل العام المتعلق بالمباراة السابقة والمباراة القادمة ترتيب جدول المجموعة الاهل 6 نقاط شباب بلوزداد 5 نقاط يانجي أفريكانز 5 نقاط ميدياما الغاني 4 نقاط كل الأمور ممكنة عشان كده ماتش ميدياما انا شايف اهميته كبيرة جدا مهم ترجع بنتيجة جبية تعادل او مكسب مكسب يبقى حلو قوي هتبقى خلصت وانجزت 90% من المشوار تعادل هتستهل المباراة الاخيرة عشان تكسب وبالتالي تأكد صدرتك للمجموعة في مباراة بين بلوزداد وانجي أفريكانز نتيجتها هتحدد مين اللي هيكون صاحب المركز التاني في هذه المجموعة لان الفرقيتين 5 نقاط والمباراة هتتلعب في تنزانيا عشان كده مباراة التعادل كان ايجابي جدا للأهلي وسلبي جدا لبلوزداد لبلوزداد مسافر وراح يلعب مباراة في تنزانيا وما ينفعش يخصى فكان عايزي حقق نتيجة إيجابية مباراة ومع ذلك ما قدرش الحمد لله يحرز أي هدف في مرمى مصطفى شوبير ده ملف مباراة الأهلي الإفريقية الغيابات التدعيمات اللي هتتم فيه الفترة اللي جاية نتمنى المرحلة دي يعني تمر بخير لأن الإصابات والغيابات مؤثرة جدا قائمة الأهلي الإفريقية كانت 40 لعب لما حسبنا العدد اللعيب اللي خرجت في انتقالات هناك نحاوله أربع لعبين كباكة وزعلوغ وصلاح محصن ورافة خليل اتبقى 36 ال36 في منهم حوالي من 9 إلى 10 لعيبة غيابات بسبب الإصابة فبتتكلم في 26 ال26 في منهم 6 مقيدين لأنهم مواليد 2003 و2005 فانت لو بتتكلم على لعيب الفريل أول بالضبط حوالي 20 لعب وده العدد اللي سافر بالأهلي مباراة بلوزداد بالإضافة للاعب صاعد اسمه عبدالحكيم من مواليد 2005 فبالتالي سافرت بـ 21 لعب في ماتش مبارح انت أيدت حوالي 20 لعب 11 أساسي وتسعة لدك خرج من المباراة اتنين مصطفى مخلوف واللعب الصاعد مواليد 2005 فبالتالي عد غنماتك يا دوبك يعني الفترة دي تمر بالشكل ان انا بكلمكوا عليه عشان اهلي بإذن الله تصدر المجموعة وينهي الصراع مبكرا فظل على فكر لو بصيته كده وقلقته نظر على المجموعات التانية لسه فيها نفس المشكلة يعني مجموعة ساندونز ومازمبي سبع نقاط وسبع نقاط بيرامدز أربع نقاط ونوازيب وأربع نقاط مجموعة الترجي والنجم هيلعبوا مع بعض يوم السبت اللي جاي الكازبان هيكمل الخاصانة هيخرج وشايفين بيتر ارتدكم متقدم والهلال داخل في المنافسة عندك مجموعة الوداد واسك الوداد آخر آخر ترتيب المجموعة عنده تلات نقاط محتاج يكسب المباراتين الجايين اسك يمكن اقرى فريق تخطى مرحلة المجموعات وبنسبة كبيرة خلاص تأهل للدور الربع النهائي فده شكل مباريات دور أبطال إفريقيا ولوحد كان متخوف بعد كاس الأمم الوضع ازاي هيكون فيه دور الأبطال والمباراة المؤجلة مع شباب بلوزاد والحمد لله عدت على خير والأهل يرجع بنتيجة إيجابية اشتركوا في القناة